موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال في برنامجنا النهاردة عيادة رمضان أنا دكتور أحمد محمد لوكيل أنا مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر في كلية طبق أصر العيني جامعة القاهرة هبقى معاكم النهاردة والمدة ساعة هنتكلم عن أمراض صمامات القلب إيه أسبابها وإزاي من معالجها عشان نبدأ لازم نبقى عارفين الأول يعني إيه قلب طب خلونا نفهم نتكلم إحنا ليه اخترنا الموضوع ده النهاردة الفترة الأخرانية فيه اهتمام كبير جدا من الدولة بأمراض القلب وتعمر المشروع الكبير اللي هو مشروع القضاء على قوائم الانتظار عشان المريض بتاع القلب هو إنسان بيفقد القدرة على العمل وبالتالي المجتمع كله بيخسر طقته الانتاجية المشكلة التانية إن مرض صمامات القلب عادة في مصر بيصيب الشباب الصغيرين اللي هما في سن العمل وبالتالي إحنا عايزين نعرف ليه الصمامات دي ببوز ولو بازت بيبقى إيه الحل طيب عشان نبدأ نفهم إيه هي الصمامات لازم نتكلم عن القلب في حاجة برضو لاحزناها إن في ناس كتير مش قادرة تعرف الفرق بين الصمام والشرايين وده هنتكلم عليه النهاردة يعني إيه صمام في القلب ويعني إيه شرايين القلب نبدأ الأول عشان نفهم نقول إيه هو القلب القلب ده عبارة عن مطور أو مضخة هو عامل زي مطور مياه أسهل تشبيه ليه إن إحنا لو شبهنا جسم الإنسان بعمارة كبيرة فالقلب تدره فيها إنه هو المطور اللي بيرفع المياه عشان يغزي العمارة دي كلها والمية هنا هتبقى هي الدم طيب هل هو بيزق مية بس؟ لا الدم طبعا فيه المية وفيه الغزاء وفيه الطاقة اللي بتدور الجسم كله وفيه الأجسام المناعية اللي بتخلي الجسم يحارب العدوى وهو اللي بيدور الجسم كله طيب المطور ده بيشتغل إزاي؟ المطور ده زي أي مطور في الدنيا ليه قوة انقباض وانبساط وليه خراطين بنزين بتيجي تديله البنزين عشان يدور اللي هي بنسميها الشرايين التاجية وفيه جوه منه حاجة بنسميها فالف أو باللغة العامية المصرية الدرجة بنسميها سيكس بالف سيكس بالف ده دوره إيه؟ دوره إن المية اللي تخش المطور ده ما ترجعش تاني يعني لو إحنا عندنا المطور بياخد من مصورة المية العمومية وبعدين يرفع للعمارة لحد الدور العشر فوق فالصمامات دي دورها إن المية اللي دخلت للمطور ما ترجعش تاني تحت تتحرك في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الأعضاء بتاعت الجسم إنها تاخد الدم وفيه في المطور دوت ضيفيرة كهرباء بتنظم معدل عمل المطور بحيث إن المطور ده بيشتغل بمعدل ثابت حوالي من 60 إلى 90 مرة في الدقيقة بيلف من 60 إلى 90 لفة في الدقيقة علشان يوصل الدم الكافي لأجهزة الجسم المختلفة طيب إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي ممكن يبوز فيه؟ في الحقيقة أي حاجة في المطور ده ممكن تبوز يعني ممكن مثلا خراطيم البنزين اللي داخلها دي الديق أو تتسد ونسمي المرض ده إيه؟ نسميه قصور الشرايين التاجي ممكن الصمامات دي تبوز أي صمام في الدنيا عشان يبوز في حاجة من اتنين هتحصل يا إما أنه يديق يعني يفضل بيعدي الدم في الاتجاه الصح ولكن بدل ما كان قطره كبير بقى حجمه صغير خالص فبقى مخنوق بقى الدم اللي معدي مش عارف يعدي بكمية كافية وبالتالي الدم اللي المطور ده المفروض يديها المية هتعاني من نقص المية بدل ما كان المصورة اللي شغال فيها مصورة تخن كده تخن بوصة بقى بيعدي من مصورة صغنانة خالص قد الألم اللي احنا مسكين فالنقص الكبير ما بين المفروض أن القطر الصمام العادي بيبقى تقريبا قد منعام الصوابع كده في حالات الدي بيتحول أنه يبقى قد كده فده أولايل جدا حجم القطر الألم الجف العادي ده أولايل جدا أنه هو يوصل دم للجسم إيه اللي بيحصل هتتكلم عليه بعد كده بس زي ما احنا فاهمين أنه أكيد الادوار دي هتتحرم المية وهيبقى عندها نقص في الطاقة وعندها نقص في المناعة ومش قادة تعمل مجهود وكل الكلام ده طيب الكهرباء اللي بتدور المطور اللي بتديله بتخليه لف كذا لفة بتتحكم في عدد اللفات وقوة كل لفة قد إيه ومدتها قد إيه ما يسمى بالضفيرة الكهربية للقلب الضفيرة دي بيحصل فيها لخبطة آ إيه اللي بيحصل فيها حاجة من اتنين يا الضفيرة دي ما توصلش بيسموه اللي هو قطع الضفيرة أو بيبدأ يحصل توصيل غير طبيعي للقهرباء أو الرفرفة ما يسمى بالرفرفة الأزينية والأنواع المختلفة من اضطراب ضربات القلب طيب موضوعنا النهار دا اللي هنتكلم عليه إيه؟ احنا هنتكلم بس عن الجزء بتاع الصمامات طيب هو شكله إيه الصمام بتاع القلب ده مش عارف هل حضراتكم عندكم دراية بشكل السكسبالف اللي هو موجود في الأنظمة بتاعت المية وفي المواتير وفي السخنات هو ببساطة بيبقى عبارة عن ده السكسبالف بقى عامل إزاي؟ بتبقى مصورة فيها ورقة الورقة دي بتفتح وتقفل الدم وهو ماشي لو الدم ماشي كده فالورقة دي تروح فتحة يروح الدم معدي يجي الدم يعدي في الناحية التانية يروح قفل الورقة ومددم ما يعديش ده بيسموه صمام بورقة واحدة ربنا خلق جسم الإنسان من نوع يا إما ورقتين يا إما ثلاثة طب هو ليه ربنا عمل كده؟ ربنا عمل كده علشان ده بيديله قوة أكبر وعمر أكبر احنا المفروض الصمام اللي في جسم الإنسان بيعيش تسعين ومية ومية وعشر سنين من غير ما يجراله حاجة هل احنا بنشوف الأعمار دي دلوقتي؟ أيوة احنا دلوقتي بقى عادي جدا ان يجلنا عينين في العيادة عندهم تسعين سنة وخمسة وتسعين سنة بقينا نشوف الموضوع ده بشكل متكرر فالأعمار الحمد لله بقت متوسط الأعمار ارتفعة نتيجة لأن فيه تقدم طبي بيحصل وفيه تقدم في الرعاية الطبية بيحصل في العالم كله وبينعكس علينا هنا في مصر كمان طي أشهر صمامات بتبوز في القلب إيه؟ هو القلب أصلا فيه كم صمام؟ القلب فيه أربع صمامات بما أن القلب جزء يمين وجزء شمال ففيه اتنين منهم يمين واتنين شمال طب عادة من اللي بيبوز؟ هنقول حسب العمر يعني في الأطفال هنكمل إيجابة السؤال وتحديد الصمامات متوزعة إزاي ومن فيهم بيبوز أكتر بعد ما نتكلم مع الأستاذة شايماء أهلا بيك يا أستاذة شايماء أهلا بحضرتك يا دكتور القدم فيها يعني سواد هو العمر قد إيه؟ 38 وتشخيص الوهن العضلي ده تشخيص أكيد؟ يعني عملت فحصات وطالع إن فيه وهن عضلي بخده عينات من عضلات وحاجات زي كده؟ والله هو يعني آه آه واحد عضلي آه طيب هو الأمراض العضلات دي أنواع كتيرة فيه منها أنواع بيبقى مشكلتها فيه توصيل النبضات العصبية للعضلة وفيه منها أنواع بيبقى العيب في العضلة نفسها فيه فرق كبير بين نوع العضلة اللي موجودة في أدينا ورجلينا وصدرينا وبين العضلة بتاعت القلب تكوين الألياف والأمراض اللي بتصيب العضلات دي مختلف عن الأمراض اللي بتصيب عضلة القلب فعادة ده بيبقى حاجة وده بيبقى حاجة تانية فأحوال ندرة بيكون فيه إصابة في الاتنين بس دي ندرة جدا والحقيقة الإجابة على سؤال متعلق بأمراض وهم العضلات بيستلزم فحص المريض بشكل كويس جدا وأحيانا ممكن نحتاج نوصل إن احنا نعمل دراسات جينية كمان علشان نعرف بالضبط إيه الحالة اللي احنا قدامها وحنعالجها إزاي لأنهما زي أنواع كتير قوي يعني فيه حاجات منهم بتخف بعمليات بسيطة جدا وفيه حاجات تانية بتحتاج علاجات لمدة طويلة جدا وفيه منها حاجات نسب شفاقها عالية وحاجات نسب شفاقها قليلة فكل ده محتاج تقييم متكامل للحالة وفريق كامل بيعالج المرضى دول فيه ده كاترة أعصاب وده كاترة بطنة عامة وده كاترة جراحات صدر وكلهم بيعودوا وجراحات قلب كمان بيتكلموا بيشوفوا ويقدروا يعني أي المرض بالضبط وإيه الوضع القائم في كل مريض وإيه أحسن خطة حل فيه طيب إحنا عندنا في القلب فيه أربع صمامات فيه صمامين موجودين على الناحية اليمين وصمامين موجودين على الناحية الشمال طيب أنهي أكتر صمام بتتأثر حسب العمر يعني في الأطفال لحد سن 12 سنة اللي بيجي لهم إصابات في الصمامات نتيجة الأمراض الخلقية عادة وبقول عادة لأن كل حاجة لها استثناء عادة بتكون الإصابة في الناحية اليمين من القلب سواء الصمام السلاسي أو الصمام الرئوي الأشهر بالصمام الرئوي ودرجات التأثر فيه مختلفة والعلاج بتاعه بيختلف على حسب الحالة فيه الكبار اللي هو على سن 15 16 18 وأكتر من كده عادة بتكون الإصابة في الجزء الأيسر من القلب أشهر أسباب بتعمل إصابات في الصمامات في السن الصغير اللي هو 18 20 25 سنة هو الحمر الروم التزمير نتكلم عن الموضوع ده كمان شوي طيب لو جاء نتكلم في الكبار أكتر صمامين هم الصمامين الموجودين على الناحية الشمال طيب اسمهم إيه الصمامين دول واحد اسمه الصمام المترالي واحد اسمه الصمام الأوردي طيب هي تفرق؟ آه تفرق حاجة بسيطة ولا كتير؟ لا تفرق كتير قوي ولما بيكون مريض بيسأل أنا عندي يا دكتور مشكلة في الصمام وقالولي خد علاج طيب خد مدير بول طيب خد دواء للضربات القلب طيب خد دواء للضغط طيب هو إيه الصمام اللي بتأثر عندك؟ أنا مش عارف الفرق كبير جدا 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 بين الصمامين واحد فيهم اللي هو الصمام المترالي ده مكانه ما بين القلب والرقة فالمشاكل بتاعته لما بتحصل بتأثر أول حاجة على الرقة الصمام التاني الأوردي ده ما بين القلب والجسم المخ والعضلات والجهاز الهضمي والكلا والكبد وكل حاجة فلما بيحصل إصابة في الصمام الأوردي الجسم بشكل عام بيتأثر بيكون فيه تعب شديد وإعياء ومشاكل تانية من أنواع مختلفة طيب هل فيه شكل فيه فرق في شكل الصمام نفسه ولا كل الصمامات شكل بعضها؟ هنتكلم عن فرق الصمامات عن بعض بعد ما نتكلم مع الأستاذة مريم تفضلي أستاذة مريم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتني بسرعة عن عندي بيشي عندها تسع سنين وصامت يعني الأيام بيشي طيب معلش هي عندها تسع سنين ومالها عندها تسع سنين مالها عندها تسع سنين وعندها إيه اتخاذ عضل في الأل آه حلو جدا تمام فالدكتور كثبت عليها فعايز بعرف يعني كيفية التعامل مع بتاع الدوت وهل عيقصر عليها بعد جدا ولا إيه يعني عايزة تكثر عنه وحد رجل طيب هو تابعينا في الحلقة لأن ارتخاء عضلة القلب ده هنتكلم عليه شوية كويسين ده تشخيص متكرر جدا وعادة بيبقى حاجة بسيطة جدا هنتكلم عليه حالا لما نيجي نتكلم عن الصمام المترالي هو أنت قصدك التأثير ده بقى في الصمام المترالي والارتخاء ده بقى غالبا من أصل على الصمام المترالي اللي بيهمنا فيه الأعراض شكلها إيه ومش كل حاجة بنلاقيها في الإيكو محتاجين أن احنا نهتم بيها طيب السؤال ده جايه في وقته لأن احنا عايزين نعرف إيه الفرق الأساسي بين الصمام المترالي والصمام الأورتي ليه إحنا بنقول إنهم مختلفين جدا الصمام المترالي مرتبط جدا بعضلة القلب ووظفته وطريقة الفتح والقفل بتاعته بتعتمد على كفاءة عضلة القلب وبيتفتح ويتقفل بعضلة تمام؟ ولكن الصمام الأورتي العكس مش مرتبط بكفاءة عضلة القلب وبيتفتح ويتقفل عن طريق شكله هو شكله متصمم بطريقة إنه أول ما الدم يبطل يتزقل فوق هو بيروح قفل لوحده وبيقع على بعضه فبيتقفل بطريقة نقدر نسميها سلبية الدم هو راجع بيروح واخده في سكته وقفله الفرق الكبير ده بيخلي إن الصمام المترالي في العينين كتير جدا في مرضى ما بيبقاش المشكلة في الصمام بتبقى المشكلة في العضلة الصمام الأورتي كتير ما بتبقاش المشكلة في الصمام بتبقى في الشريان اللي وراه في الدم لما خرج منه المصورة الكبيرة اللي وراه سمح الشريان الأورتي هي اللي تبقى متأثرة ليه بقولي الكلام ده؟ بقولي الكلام ده لإن في مرضى بيجلنا عندهم مشكلة في الصمام وبيبقى الحل حاجة تانية خالص غير الصمام وبيبقى الكلام إن يا دكتور إحنا جايين بمشكلة في الصمام عايزين نغير الصمام أو نصلحه فالإجابة تكون إنه يا جماعة المشكلة مش في الصمام وإحنا محتاجين نعمل حاجة يا إما للشريان يا إما العضلة القلب وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل يهمني بس تبقى فاهم إن الصمام المترالي ده مرتبط بعضلة القلب وكفائتها وقوتها والصمام الأورطي مرتبط بالشريان اللي وراه وشكله طيب ده كله كلام معقت في الآخر أنا كماني آدم مواطن مصري عايز أفهم إيه اللي بيبوز الصمام يعني إيه الحاجة اللي أنا ممكن أكون غلطت فيها وبوزت الصمام ولو أنا أب إيه اللي ممكن يحمي ابني أو بنتي من إن صمامه يبوز ولو أنا شاب وعندي مشكلة في الصمام هل فيه حاجة أعملها عشان الصمام ده أفضل محافظ عليه بالمشكلة البسيطة اللي موجودة وعيش بيه مدة طويلة ما يبوزش إيه اللي بيبوز الصمام أي حاجة في الطب عشان ينطبوز لها سبب من خمسة السبب الأولاني أن فيه مرض وراسي اتولد فيه بيبوزه السبب الثاني أنه اتخبط في الحاجة دي وبوزت السبب الثالث أن التهاب حصل وبوز الالتهاب ده كان للصمام أو بوز الصمام السبب الرابع أن يكون حصل ورم بشكل ما السبب الخامس حاجات بقى مختلفة أمراض مناعية أدوية أخدها أياً كام إيه في دول بينطبق على القلب هم حاجتين مشهورين جداً الحاجة الأولانية في الأطفال أن يكون البني آدم مولود بمشكلة في الصمام طيب الطفل ده زنبه إيه ننزل هو غلط في حاجة لأهو ما غلطش هو الفكرة كلها أن زواج الأقارب والعائلات اللي فيها أمراض ورصية في الصمامات لما بيتجوزوا من بعض كتير بيحصل مشكلة في الأطفال في الصمام جواز الأقارب هو أشهر سبب في سبب تاني؟ آه في سبب تاني الخلفة في سن متقدمة 45 سنة فما فوق ده بيعمل مشاكل في الصمامات الأطفال دول بينزلوا عندهم عيوب في القلب فده أشهر سبب في السن الصغير أشهر سبب في السن الشباب هو الالتهابات ودي ودي مأسايا هنتكلم بالتفسير عن الالتهابات القلب لأن ده أشهر سبب وهو ده الموضوع الأساسي للحلقة بعد ما نتكلم مع الأستاذة نورهان من القاهرة أستاذ نورهان أستاذ نورهان عليكم السلام يا فنم اتفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانا سامعك اتفضلي بيحصني عضلة كده من ناحية العضلة من ناحية الجنب كده ونبوضات سريعة طيب والتعب اللي بيحصلك ده بيبقى مع المجهود ولا في اي وقت بيجيلي في الوقت مثلا في مجهود يعني مثلا بيبقى اوضات ناينة اوضات جاعة طرق جايلة كده زمسة كده سريعة كده حضرتك عندك كم سنة حضرتك عندك كم سنة 34 في سكر اوضغط 34 في سكر اوضغط لا الدخ بيبقى مفيش سكر دخ بيبقى مفيش سكر لا لا مفيش سكر والتعب والواجع والنهجان الموجودين مش مرتبطين بالمجهود يعني بيحصلوا مع مجهود وممكن يحصلوا برضو من غير مجهود عادي في اي وقت استاذ نورهان طيب الشكوى بتاعت استاذ نورهان دي شكوى متكررة وبرضو هنجلها اللي هي انا عندي نغزات في سدري وعندي قلم وضربات قلبي احيانا بتبقى سريعة والموضوع ده بيحصل سواء في مجهود او مفيش مجهود واكتر في السيدات واكتر في السن من 30 إلى 40 سنة واكتر في المتزوجين وعندهم اطفال عادة ده بيبقى نتيجة للضغط العصبي والقلق والتوتر وقلة النوم والطريقة الحياة اللي هم عايشانها بس احنا ما نقدرش نقول التشخيص ده ولا نقول السبب ده إلا لما نكون فحصنا المريض كويس وعملنا رسم قلب وإيكو عشان نتطمن إن ما فيش مشكلة حقيقية في القلب اللي ممكن في القلب يعمل أعراض مشابهة هي مشاكل الصمامات ولكن بالمنظر اللي هي بتحكيه في السن ده عادة بيبقى الموضوع حاجات بسيطة لها علاقة بالإرهاق والمجهود الشديد طيب نرجع ليه إيه اللي يبوز الصمام في شاب عمره من عشرين إلى خمسين خمسة وخمسين سنة ما يسمى بالحمة الروماتزمية والحمة الروماتزمية تختلف كليا وجزئيا عن الروماتايد يعني مرضى الروماتايد وارد يجي لهم تأثير في الصمام ولكن احتماله مش كبير زي الحمة الروماتزمية إيه الحمة الروماتزمية دي؟ ده مرض موجود كتير في الدول النامية بيبدأ إن الأطفال في سن 7-8-9 سنين يجي لهم التهابات في الزور وبعدين الالتهابات في الزور ديت تبدأ تنزل ياخد علاج مش كافي يعني الدكتور مثلا يديه علاج عشر تيام يقوم واخده يومين ثلاثة الحرارة تخف والالتهاب يروح يقوم ما يكملش العلاج يقوم اللي يحصل إن البكتيريا دي تبدأ تبعد حاجات تباوز الصمام بتاع القلب بطريقة معقدة شوي طيب هل الموضوع ده شائع؟ للأسف كان شائع بيقل شوية هو في السنة 2-3 الإخرانيين أقل شوية من اللي كنا بنشوفه زمان ليه؟ لأن نسبة التعليم زادت وبقى الأهالي فاهمين إن في السن الصغير ده إن إحنا ناخد مرضات حياوي وما نكملوش دي حاجة خطيرة فبقوا ياخدوا مرضات الحياوي وينكملوها وبقى الطفل اللي بيشتكي بالنهجان أو بيجري ويلعب ومش قادر يجري زي زميله بقى يروح وبيتشاف وبيتعمل له إيكو ولو بان تأثير على الصمام بسيط بيبدأوا يدولوا البنسلين طويل المفعول والموضوع بيتحصل أحب بس في النقطة دي أنوه إن مش أي طفل راح عمل تحليل لقى السي أربي بتاعه عالي ولا الـ A-S-O-T أكتر من 200 يبقى ده عنده حمى روماتيزمية ومحتاج ياخد بنسلين طويل المفعول مدى الحياة الكلام ده مش صح وغلط كبير جداً وبنظلم الأطفال دول في صفات مميزة وقواعد لتشخيص الحمى الروماتيزمية قواعد دي لازم تنطبق على الطفل عشان أحكم عليه إنه كل إسبوعين ياخد حقنا في العضل مؤلمة جداً أو مؤلمة مش هقول جداً عدد الأطفال اللي أنا شفتهم محتاجين الموضوع ده تقريباً 10% من الناس اللي تاخد البنسلين ده فمش كل واحد عمل تحليل لقى أعلي شوية محتاج بنسلين هذا الكلام كلام غير صحيح طب نرجع لمين؟ نرجع لطبيب قلب الأطفال لو كان الطفل ده وتسن صغير ويكون طبيب متخصص في قلب الأطفال وليس الطب الأطفال عمتها لأن أطباء قلب الأطفال بيعملوا إيكو وبيبصوا على شكل الصمام يشوفوا هل فيه تأثير على الصمام ولا لا؟ إذا الصمام ما فيهوش حاجة خالص الموضوع مش مستهل نحن نعذب الطفل تمام؟ معانا تصال تليفوني من الأساس الأجاب سواري جاليكم سلامة وبركاته لا سمعت أنا أمركتب دعمك في الجال تمام يا فندي تمام يا فندي والوقت يعني لو نمت مثلا على صدر ده خطر لو نمت إيه فندي لو نمت على صدر كده خطر في النوم عشان أنه دار وجهة لعمل عمليات داري لا مفيش خطورة يا فندي الدعمات اللي جوا الشرايين بتاعة القلب دي دعمات يعني بالبلة دي كده في اللحم رجبة في اللحم جوا ومستخبية جوا العظم بتاع الصدر تمام فأي حاجة حضرتك هتعملها العظم بتاع صدرك ده بيحميك تمام فما داخله ما بيتأثرش بالوضع بتاعك تمام فما تقلقش عليه ولكن مهم لو فيه سكر أو ضغط أو حضرتك عندك ارتفاع في الدهون أنك تحافظ عليهم كويس جدا الحاجة التانية أن حضرتك لو عامل عندك قصبة في الظهر والكلام ده مش مفروض ده يمنع الحركة إذا الحركة موجودة عشان مش عايزين وزنك يزيد لأن قلة الحركة وزيادة الوزن بتأثر على كفاءة الدعمات بعد كده ده الأهم تمام ربنا يا شكرا أستاذ رجل كده اتكلمنا عن الالتهابات وبتتكون النتيجة لإيه ومين مش محتاج علاج طيب تاني هنعمل إيه المريد عنده التهاب الوز متكرر بينهج يروح لدكتور يا إما قلب أطفال لو سنه أقل من 18 سنة يا إما لطبيب قلب الكبار لو سنه أكتر من 18 سنة طبيب متخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية وليس أي تخصص تاني علشان نبقى بنتعالج صح ويبقى الدكتور اللي معانا يعمل إيكو ونبقى ماشيين بناخد الخدمة اللي احنا محتاجينها والعلاج اللي احنا محتاجينه مش أدوية وخلاص كل دواء ليه أثار جانبية زيادة مفيش حاجة اسمها إن أنا أخد دواء وإحنا هنخسر إيه ما ناخده وخلاص ما يمكن ينفع لا ما هو ما يمكن ينفع ما هو ما يمكن يضر فنخلي بنا من النقطة دي تالت سبب مشهور جدا بيأثر على القلب هو ما يسمى بأمراض الشيخوخة بقى يعني بعد الستين السبعين كمان وده عادة عادة بيأثر على الصمام الأورتي معنا تليفون تاني هناخده وبعدين نرجع نتكلم عن تأثير السن على الصمامات أتفضل يا فندم السلام عليكم واركاته عاكم السلام عليكم واركاته معك رجب أمرم المنفين أهلا للأستاذ دجاب سيادة كنان بسيسعة وخمسين سنة وأعمل عملتين قلب مفتوح ما شاء الله عملت عملية إيه بالزبط توسيع المترالي جراحة وسعت المترالي أول مرة إمتى 92 ما شاء الله وبعدين وبعدين جراحة وخبالي يا فندم وخبالي سنة 92 كان معظمهم بتوسعوا كنت أعملها قلب مفتوح أو قلب مغلق لا مفتوح تمام كنت أعملها فين مفتح ومدينة نصر عملها من الجنب ولا من نص لا مش جدتك من أول كده السيدة كده حد نص دهر من وراء أيوة صح كده بتبقى من الجنب من تحت السيدر بالجنب ولفة لوراء صح كده دي قلب مغلق يا أستاذ رجب مش قلب مفتوح دي عملية حلو قوي وبتعيش كتير جدا طيب كويس جدا ما شاء الله نعم بقول لك ما شاء الله ربنا ديك الصحة سيدتك دلوقتي عندي مشكلة كنت بأخذ مدرر البول وبأخذ لينوكسين من ساعة نعملتي العملية لحد ده حوالي ستوشون تمام الدكتور وقف لينوكسين ومدرتك حلو جدا وخدمشانة على الميرفان وبالشام تاني كنت بأخذ كريس من الضبط عن ذلك هو مهم اسمه قوي تعاني من الضغط بالوقت الضغط بيجدش عن مية واثنين على ثمية وسبعين مية واثناثر وصلت مية وعشرين طب معلش الضغط بيقل عن مية؟ لا مية وكسف يعني مية واثنين مية وثلاثة مية وخمسة ما بيقلش عن مية؟ طب وطول عمرك زمان كان ضغطك كم؟ كان حالو كان مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاثين وده بيعمل لك أعراض؟ اه انا مفيش نوم دلوقتي خالص بقى ليجي أربع خيام ما بيشوفش النوم وبعدين عبت القلب قلت كانت تمانية وستين لدي معمل متابعة كل سبت وشهر بقت كم؟ بقت كم؟ قلت من تمانية وستين بقت كم؟ بقت واحد وستين ولا حاجة مش مشكلة ايه تين؟ عاد طيب ليه ما بتعرش تنام يا أستاذ رجب؟ مش عارف يا ضغط مش عارف نهجان يعني؟ ولا وجع؟ ولا أرق؟ ولا ايه؟ بيجع... لا مفيش نوم خالص طيب يا أستاذ رجب خليني 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 نرفع مع بعض عشان انت سؤالك ده سؤال مهم حرج دلوقتي المشكلة اللي انت بتكلمنا عشانها ان انت ما بتنامش صح كده؟ اه سيتك اللي كنت باخد المخ والأحصاب وبطلته وقالي بشهرين ايه مخ والأحصاب؟ كنت باخد حاجات المخ والأحصاب بس مش كان كتير يعني ليه بتاخد علاج مخ والأحصاب كان عندك ايه؟ كان عندي حرقان نار في نص المخ كده وص الرأس دايرة كده تهويل على النار ايه كانوا بيدك تيجروتول ولا كانوا بيدك ايه؟ والله كان بيدك كتير هوات بس مش طيب بطلته لا اتحسنت بعدها ولا ما اتحسنتش؟ بطلت عشان الكورونا كان جالي وصلت بالكورونا والحمد الله ربنا يا عفواني فانا بقى لعلك كان كتير فانبطلت العشان بتاخد وصاب خالص طيب انت لما بتنامش ايه اللي بيحصل بيخليك ما تنامش؟ وجع ولا نهجان ولا صداع ولا قرق؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ حرك ايه من صور الدم بتطمن انه مفيش انيميا اذا التلت حاجات دول كويسين؟ ولقي النهار ثلاثة واثنين من عشر دلوقتي يعني عالي شوية بس مش مشكلة مدام الطبيب اللي انت معالج معه موافق خلاص مفيش مشكلة باخد ستة ميل لك مريفان اذا الطبيب اللي حضرتك متابع معه موافق على الرقم ده وهو رقم عالي شوية بس مقبول اذا الطبيب بتاع حضرتك من اثنين ونص الثلاثة صح؟ من اثنين ونص الثلاثة ونص انا دايماً بحب اخليه ناحية الثلاثة ونص ما بحبش اتحرك ناحية الثلاثة ونص لان اثار الجانبية اللي مريفان عنيفة جدا بس اذا الطبيب بتاعك متابع ومتطمن ومبسوط بالرقم ده هو صح وهو قادر بشغله مفيش مشكلة النقطة التانية بس نقول ثلاث حاجات مهمين اذا الايكو كويس بتاعك واذا مفيش انيميا هنعمل صور الدم ونطمن انه مفيش انيميا ماشي وعضلة القلب كفائتها كويسة ومفيش ثمام تاني متأثر غالباً المشكلة اللي عنده حضرتك لها علاقة بالاعصاب المشكلة القديمة وهنحتاج نرجع لدكتور الاعصاب نعم ايه دكتور مخ واعصاب تاني اذا بالايكل اللي معاك دوت اعتقد هنعمل بس صور الدم لو كويسة هنرجع لدكتور مخ واعصاب لان غالباً المشكلة دي مش من القلب طيب انا منصحش ابداً باخذ الادوية المنومة لسبب دايماً قلة النوم بيبقى لها سبب في حاجة هي اللي خلت الدماغ مصدعة الحاجة دي ممكن تكون لغبطة في الاعصاب ممكن تكون انيميا جديدة ممكن تكون ارهاق ممكن تكون مشكلة في الفقارات العنقية كل دي حاجات ممكن تخليك ما تعرشت نام وتعملك تعب لما انا اخد منوم انا بسيب لسبب الحقيقي يزيد وبنام الحاجة التانية لما بتاخد منوم بيحصل حاجة اسمها هنج اوفر هنج اوفر يعني ايه تصحى كده من نوم هنج تصحى من نوم قريف ومزاجك وحش ومنتاش مرتاح من النوم اللي انت نمته فدي حاجة موجودة في معظم المنومات وان كان في يعني منومات جديدة ممتعملش قوي كده ولكن انا ليه ادخل في القصة دي الصح ان انت ترجع دكتور المخ والاعصاب يشوف العلاج اللي وقف دوت هل انت محتاجه ولا لا او محتاج تعديل فيه او محتاج علاج جديد غيره مع تحليل صور الدم كاملة مع صور الدم كاملة ويتورهم له هو هيعرف ازاي يوجهك ايش يا دكتور ربنا جزاك تير اهلا في السلام يا استاذ رجب انا اسمي دكتور احمد الوكيل انا مدرس واستشاري في كل طب جامعة القاهرة اهلا بيك يا استاذ رجب عمران شرفتان يا فاني المرضى اللي سنهم تجاوز الستين سنة وايه اللي ممكن يحصل في الصمام اولا نسبة كبيرة جدا منهم بيحصل لهمش حاجة طيب اللي ربنا رايد ان الصمام يتأثر ايه اللي بيحصل فيه؟ مع العمر ومع الصمام عمال يفتح ويقفل الصمام بيفتح وبيقفل كده هو بيفتح كده وبيقفل كده الخطة دي مع العمر الكتير احيانا بتعمل زي اصابة في الحفة بتاعت الصمام فبيبدأ الصمام يحصل فيه ما يسمى بيه التكلس ايه الكلام المعقد ده؟ تكلس ده يعني يبقى زي الزلطة ينزل فيه المادة يبقى ناشف زي الزلطة يبقى لا بيفتح ولا بيقفل يجي عامل كده يقوم الدم لما يجي يعدي يلاقيه ناشف قدامه المفروض الصمام ده عامل زي ورقة الصجارة الدم اول ما يعدي يروح لطش ويروح بعد كده الدم يبطل يعدي يروح راجع مكانه قوم لما ينشف يروح متجمد في الوضع ده لا بيفتح ولا بيقفل مشكلة ان الحركة دي بيتضيق جدا بدل ما الدم بيخرج بكل المساحة دي بيخرج من حتة صغيرة قد كده او بيخرج من خرم إبرة زي ما بيقول ده بيعمل أعراض هنتكلم عنها كمان شوية يبقى ثلاث أسباب الأطفال الصغيرين عيوب ورسية أشهر حاجة زوج الأقارب وطبعا الأدوية اللي ممكن الأم تاخدها أثناء الحملة بعضها بيعمل مشاكل في الجنين الشباب التهابات وأشهر حاجة الحمى الروماتزمية وكبار السن دي حاجة لها علاقة بالسن وما فيش أي أدوية ولا أي تصرف يقدر يعملوا أنه يمنعها كل موضوع إن الوضع ده لو جه بنتدى أن نتعامل معاه في الأول بالعلاج ولو واحتاج حاجة هنشوف بقى هنعمل إيه تاني لو العلاج ما نفعش خلص ربنا سبحانه وتعالى أراض والصمام بوض أو اتأثر هل أي صمام فيه تأثير يبقى كده أنا عندي القلب السؤال ده مهم جدا يا جماعة وهو ده أول سؤال جالنا النهاردة كانت بتقول إن عندها ارتخاء في عضلة القلب هتلاقي الإيكو مكتوب فيه كده ما ترجمته باللغة العربية ارتخاء في عضلة القلب مع ارتجاع طفيف أو بسيط بالصمام المتراجي هل ده في الآخر يعني إن أنا عندي القلب ده بالضبط 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 ولا حاجة يعني إيه ولا حاجة يعني كل أربع مننا قاعدين مع بعض فيهم واحد عنده بتاع الوصف ده زي ما يكون واحد كده مولود بستة صوابع بيسموه أبو ستة أبو ستة صوابع ده تعبان في حاجة عيان في حاجة ما فيهاش أي حاجة هو ده نفس الكلام العيب الطفيف قوي 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 ده لا يؤثر إطلاقا على وظيفة الصمام ولا كفاية عضلة القلب ولا هيجيب مرض ولا هيعمل نهجان معنا اتصالت بيفوني هناخده دلوقتي ونرجع تاني أهلا يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم حالك عندك كم سنة عند تلاتة تلاتية ضغطة أو سكر لا لا أنا كان عندي فيروس دي من فترة وخدت له علاج لمدة تلات شهور كده حقا اللي هو البرنامج المبادرة العلاج بتاع المبادرة بتاعت القضاء على فيروس لا بس مش تابع كان كنت عند الدكتور خاص وكنت بجيب العلاق خاص على نفس الدول طيب في سؤال مهم بقى التعب اللي عندك دلوقتي نخزة ولا نهجان تعد بتجيني نخزة في القلب كده أبطل حاجة عماك أحيانا بتجيني أخد النفس كده أحيس إن في حاجة تحتاجني مندخري طيب خليني أستوضح تاني العرض اللي عندك حضرتك لما بتاخد نفس جامد بتيجي عند آخر النفس بقى مش قادر تكمله هل ده التعب اللي عندك؟ صح كده؟ أو ما هو أشبه بالتنهيد اللي هو تاخد نفس كده؟ عايز بقى تكمل نفس جامد عشان تحس إن انت تنفست عايز تملى سدرك هو ومش عارف صح كده؟ طيب العرض ده هتكلم عنه النقطة الجاية بالزبط ده مش من أعراض القلب اللي عندك ده غالبا مش قلب ولكن هنحتاج إن الطبيب يشوفك ويسمع سيدك بالسماعة بس يطمن وغالبا دوت يا إما إرهاق يا إما توطر عصب يا إما ألأ شكل النهجان بتاع القلب مش بالمنظر ده؟ تابعنا كمان خمس دقيق بالزبط هنتكلم على النهجان بتاع القلب طيب ده سؤال متكرر وبنشوفه كتير جداً لمرضة جايين بيجولنا العيادة بياخدوا أدوية قد تكون قليلة أو كثيرة وعايز أقول والله في مرضة جلنة بالتشخيص ده وكان حد نصحهم إنه هم محتاجين يعملوا قلب مفتوح ويغيروا الصمام وهم أساساً مش محتاجين ده فخلينا نتفق إن ارتخاء الصمام المترالي إذا مصحوب بارتجاع طفيف أو بسيط ده ولا حاجة إذا مصحوب بارتجاع شديد في الصمام المترالي ده موضوع تاني هنتكلم عليه يعني لاحقاً طيب إيه تاني حاجة ممكن تحصل؟ ممكن أنا مش حاسس بحاجة ولكن القلب بدأ يتأثر نيجي نعمل نكتشف على المريض بالسماعة ونحط إيدينا على القلب عشان نحس مكانه إحنا بديقدر نحس مكان القلب ونبضه فين لينا نقط معينة إحنا عارفين إن مكان القلب بقى موجود فيه لو القلب تحرك بره النقط ديت معناً إن القلب ده بدأ يتضخم لما بيحصل تضخم في القلب ده معناً إن العضلة خلاص أو شكت إنها تضعف بنأكد الكلام ده بالأشعة العادية على الصدر بنأكده بالموجات الصوتية على القلب ما يسمى بالإيكو وبناءً عليه بناخد قرار نشوف أبعاد القلب بقى تقدي إيه حجم التأثير في الصبان بقى تقدي إيه كفاءة عضلة القلب بقى تقدي إيه وعن طريق الثلاث متغيرات دول مع حالة المريض العامة نقدر نحدد هل إحنا هنحتاج علاج دوائي ولا أسطرها ولا أجراحها ولا مجرد إن إحنا نغير نظام الحياة أو الشغلانة اللي إحنا بنشتغلها هنتكلم على الكلام ده لما نيجي نتكلم في العلك النقطة بقى معنا تصل تلفوين تاني وهنتكلم بعديه على إيه الفرق بين شكل النهجان اللي بيقول إن ده مريض قلب وشكل النهجان اللي بيقول غالباً ولا حاجة زي الأستاذ خليفة معنا تصل تلفوين تفضل يا فندم عالي سيد حليك شوية أهلاً السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا سيد علي أنا سمعك أنا بقى شخص أنا دكتور أنا عندي يصمام الأورتي عندك إيه في الصمام الأورتي يا فندم ارتفاعها شديد ولا بسيط ولا متوسط يعني هو قال لي ما قال ليش الدكتور والله طيب ونصحك تعمل إيه تاخد علاج ولا تعمل عملية هو قال لي يخد علاج وشوف الدينة بعد إيه في نهاجان بيحصل لك يا أستاذ علي آه في نهاجان آه يا دكتور في تضخم في عضلة القلب كمان تضخم مع حدق ليلة تضخم مع إيه حدق ليلة أنا دكتور طيب حدق كم سنة يا أستاذ علي أربعة ثلاثين عملت أسطرة على القلب عملت أنا توسيع من 2015 يا دكتور عملت إيه توسيع بالبلونة 2015 توسيع لإيه بالزبط توسيع على الصمام الميترالي مع الأورتي صمام الميترالي مع الأورتي طيب يا أستاذ علي إحنا بنعمل توسيع للصمام الميترالي آه نادرا جدا 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 لما بنعمل توسيع للصمام الأورتي وعادة بيكون في الأطفال في السنين الأولى من العمر ما بيبقاش في سمنا حضرتك لأ خلينا أقول لك حضرتك حاجة عشان الموضوع ده مهم حضرتك كده عندك صمامين فيهم يعني عليهم كلام حضرتك كده عندك صمامين عليهم كلام حضرتك متأكد حضرتك متأكد اليوم لدينا بس عملت الرشعة الإيكو ولأ عندك ارتجاع في الصمام اللي عورتي والميترالي كويس نفوش حاجة؟ آه اللي كويس الحمد لله طيب بص يا أستاذ علي يعني حابت حضرتك بالذات محتاج أشوف الورق بتاعها ياريت ما تقدر تبعث لنا الإيكو بعد الهواء لو عملت سيرش على اسمي هتلاقي موجود الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك وهتلاقي رخم تليفوننا على الواتساب وهتلاقي كل وسائل التواصل موجودة دكتور أحمد الوكيل أحمد الوكيل جراحة قلب هتوصل لنا تقدر تتواصل معانا على رسائل الصفحة بعث لنا بس الإيكو بتاع حضرتك والأعراض لأن حضرتك عشان فيه صمامين فيهم تأثير هنتكلم عن نقطة دية برضو في طرق العلاج بس عشان لوقت الحلقة بسامحش لما يكون فيه صمامين فيهم تأثير الوزنة بتبقى محتاجة يعني تبقى أصعب شوية عشان كل صمام فيهم بيبقى ليه طريق التدخل فاحنا بنبقى عايزين نوزن الأمور ان هل يا طرح هنحتاج نعمل الصمامين في وقت واحد ولا نصبر بحيث ان احنا نأجل الصمامين مع بعض ولا فيه صمام لازم تعمل دلوقتي ونسيب التاني لما نشوفها يحصل ايه بعدين الاختيار ده الحقيقة صعب وبيحتاج جدا ان انا اكون شايف الحالة وابقى سامع صدرك وشايف شكل القلب عامل ازاي وشايف بنيتك عامل ازاي وحركتك عشان اقدر ناخد قرار في الحالة ديت طيب النهجين لو الصمام باز يا اما ولا حاجة خالص يا اما فيه شوية تضخم في القلب بيحصله يا اما يحصل نهجين النهجين بتاع القلب ليه صفات مميزة هو نهجين بيحصل مع المجهود وبيبقى المريض مش عارف ياخد نفسه ونفسه بيبقى سريع وقصير لكن النوع اللي بيلخبط معاه وهو مش نهجين من القلب ما يسمى بالتنهيد يعني ايه بالتنهيد؟ يقولك مريض القلب بتلاقي نفسه مكروش سريع وصير ممكن يكون مصحوب بعرق وبإعياء عام وغالبا ان ما كانش دايما له علاقة بالمجهود يعني ميشي طلع سلم ويقل لما يرتاح ويقعد مكانه في نوع من النهجين بييجي وهو نايم على ظهره ويتحسم لما يقعد بس دا بيبقى عادة مع تورم في الساقين وبيبقى المريض بتعبان جدا لكن في عرض شائع جدا اللي هو ان انا باخد نفس فمش مكفيني فبكمل النفس للاخر وطلعه بالراح واقول انا حاسس ان انا مخدتش هوا كفاية او اقوم افتح الشباك عشان اخد نفس واملى سدري هوا غالبا ودايما بقول غالبا لان لكل قاعدة استثناءات غالبا دا ما بيقاش من القلب ولكن بيستلزم ان احنا نفحص المريض ونشوفه عشان نعرف نهجان القلب له علاقة بالمجهود وبيكون نفس سريع وصير وكتير جدا مصحوب بعرق او تورم في الساقين معنا اتصل تليفوني ونرجع نكمل الاعراض بعدي هلو اهلا وسهلا السلام عليكم دكتور احمد عليكم وسلام علي حسن معاك اهلا بك يا سيد حسن اهلا بك يا سيد حسن انا عامل عملية جلبي مفتوح في الفين وتسحت عشر تغيير ثمام المترالي تغيير مش تصليح تغيير ثمام المترالي تمام يا فن كان عند ارتجاع شديد جميل واما اخد مريفان خمسة ميلي تمام طيب دلوقتي بس ما يحصل عندي نعجان بسيط بس الدكتور تتعب من كونوكور خمسة ميلي اه خمسة ميلي كونوكور بتاع ضربات الجلب عارفه طمام بس انا مشان ما اخده بس نفسي اما يتعبني شوية من جلة الكنوكور من قلة ايه من لما مشان ما اخده الخمسة ميلي كونوكور طيب طيب لما مشان ما اخده ميلي كونوكور انا مشان عضلة الجلب كويه طيب يا سيد حسن النهجان اللي بيجي لك لما بتعمل مجود ولو انت قاعد مكانك لا انا بقى لو خاتل بقى اخدارو اصلي الفاجس وانا رايح اصلي الفاجس يعني النفج يبايدني شوية بس يا سيد حسن غالبا مرضى الصمامات لما بيبدأ يحصل عندهم نهجان وخاصة ان الصمام الميترالي اول علاج بحب استخدمه هو مدر للبول ببدأ بمدر خفيف جدا للبول نعم زي اللي زي لكتون زي اه وفي الصيام لو حرك هتتابع يعني لو في الصيام انا دايما بفضل ان اديه مع الفطار مش مع الصحور عشان ما يهبطكش في النهار تمام ولكن قبل ما اي طبيب يكتب علاج ما ينفعش اكتب علاج بناء على مكالمة التليفون انا بقول له حضرتك الاشهر والاشيع غالبا ما ببدأش بكونكور حضرتك محتاج ترجع لطبيب قلب كفر يا اما عندك يا اما تجي لنا القاهرة نشوفك لازم الطبيب يسمع صدر حضرتك ويشوف رجليك فيها تورم ولا لأ ويشوف البطن فيه الكابت حجبه كويس ولا لأ ويسمع صوت الصدر هل فيه اي حاجة في الرئة بتباين تأثر ولا لأ ويشوف ضربات القلب فيها انتظام ولا لأ وبناء على كل الكلام ده بيحدد افضل علاج عادة بيكون افضل بداية هي مدر البول عادة ولكن دي مش قاعدة عامة تمام طيب عرفنا الفرق بين النهجان العادي والنهجان اللي بيوصفه الاستيس حسن من المينيا ده نهجان قلب هو بينزل يعمل مجهود يمشي لحد الجامع فينهج ده نهجان من القلب مش نهجان عرضي في المرضى ما بعد القلب المفتوح كتير بيكون سبب النهجان القلم ما كان الجرح طبعا مش بعد سنة او سنتين من الجراح بس في اول شهر واثنين لحد ست شهور كتير جدا بيبقوا قلقانين لانه مش عارف يكمل نفسه للاخر بسبب القلم بتاع الجرح بيشد عليه لما يجي ياخد نفسه طيب لو الصمام بوز في مرضى بييجي يقولك انا عندي وجع في صدري او عندي نغزات في الصدر وعملتي ايه وقال لي ده الصمام في مشكلة فانا الصمام ده اه المشكلة بسيطة بس انا عايز اغيره علشان عامل لي وجع الصمام غير مؤلم الصمام ما بيعملش قلم الصمام الوحيد اللي ممكن يعمل قلم هو الصمام الاورطي في حالة اذا حصل ديء شديد فيه ومع المجهود ممكن يحصل منه وجع او في مرضى ارتجاع الصمام الاورطي الشديد بالليل ودول حاجتين مش شائعين اللي بيجي عند 90% من المرضى بيجي بارتجاع بسيط في الصمام المترالي وعنده نغزات نتيجة للتوتر او ضغط العمل او الارهاق ويبقى في حد ما مش متخصص مفهمه ان الوجع اللي في صدره نتيجة للحاجة البسيطة اللي في الصمام لأ الصمامات دي نادرا ما بتسبب القلم والقلم مش عرض مشهور من اعراض الصمامات طبعا كل حاجة وردة ولكنه مش عرض مشهور القلم اكتر مع الشرائمي التاجية مش مع الصمام طيب نمر مروه صريع على موضوع نغزات الصدر 95% من نغزات الصدر ملهاش دعوها بالقلب النغزة اللي بتيجي لوحدها دي وتروح دي غالبا مش قلب دي حاجة يا اما في جدار الصدر يا اما في العضلات يا اما في الاغشية المحيطة بالقلب او الرأة وبقول تاني غالبا في احوال قليلة جدا بيبقى ليها علاقة بالقلب بس دي بيبقى مرتبطة ومعاها مظاهر اخرى بتقولي ان القلب تعبين طيب هنعالج القلب ازاي عشان اعالج الصمام محتاج اعرف انهي صمام متأثر وكام صمام متأثر والصمام اللي تأثر ده فيه دي ولا ارتجاع الموضوع ده هيحتاج حلقة لوحده باختصار انا عندي طرق العلاج بتتراوح من ان انا اخد دوة بس او احتاج اصطرة او ان انا الجأ لجراحات القلب المفتوح انهي حد هيحتاج ايه حسب درجة التأثر ونوع الصمام والسن والحالة العام وده بيحتاج رأي جراح قلب يا جماعة بلاش لما يكون فيه صمام متأثر تأثير شديد ان احنا نروح لحد باطني بس ونسمع منه وما نسمعش من جراح القلب لان كتير من الحالات دي بيبقى لها علاج والجراح بيبقى متعود عليها وعارف نسبة الخطورة ايه وهو هينصحك بامانة باحسن حاجة لحالتك عرفنا النهاردة انواع الصمامات وإيه اللي بيأثر عليها يهمني قبل ما ننهي الحلقة ان مش اي مريض عنده تحاليل عالية بتاعة الحمى الروماتيزمية يقوم ياخد بنسلين طويل مفعول مدى الحياة الحاجة التانية اي ارتخاء في القلب مش معناه ان احنا عندنا القلب ومش معناه ان احنا محتاجين جراحة مهم بالنسبة للناس المقدمين على الزواج موضوع زواج الاقارب وسن الزواج الفحص الجيني وفحوصاتنا قبل الزواج دي مهمة جدا 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 عشان تتطمنوا على اولادكم اعودوا مع طبيب الاطفال وتكلموا معاه وطبيب الاسرة دي المهمين جدا ولو فيه تاريخ مرضي في الاسرة لازم امعروف علشان نتجنب اصابات القلب في الاطفال كل سنوات طيبين النهاردة ممكن تكون ليلة القدر ساعدت جدا بلقاء معكم النهاردة واشوفكم على خير في حلقة جديدة من حلقات برنامج عيادة رمضان كان معكم دكتور احمد الوكيل مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر في كل الطب اصبعيني جامعة قاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر